اشتركوا في القناة في واقعة اطلاق النار باستعمال السلاح الوظيفي التي ادت الى وفاة شخصين بمدينة الدار البيضاء واوضحت المديرية في بلاغ لها ان توقف المشتبه فيه جرى بمنطقة كابونيغرو بتتوان وذلك بناء على نتائج الابحاث الميدانية المكثبة التي اعقبت تسجيل تورط في ارتكاب تزاوزات مهنية وقانونية خطرة خلال استعماله لسلاح الوظيفي ومباشرة بعد اصدار المديرية العمل للامن الوطن لقرار يقضي بتوقيفه عن العمل وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النياب العمل مختصة لينضاف بذلك الى ستة مشتبه فيهم اخرين تم الاحتفاظ بهم رهنة نفس التدبير هذا واثر الحديث السياء مواطني مغاربة من الافراد في استعمال القوة من قبل رجال الامن داعين الى الحاكمة الامنية متنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام